وصلنا إلى مرحلة التشفير ضمن موضوع النيترو كريبتو سيستم مرحلة التشفير بوب رح يختار رسالة والرسالة هذه هي عبارة عن متعددة حدود أمل الأكس دا تنتمي بالر يعني بمعنى تقع ضمنات أخرى هذه المتعددة الحدود اللي هي الموجودة بالر بالإمكان أن نعمل لها سنترت ليفت إلى متعددة حدود واقعة بالر بي ضمن الحلقة ر بوب أيضا رح يجي يحسب أو يختار عفوا متعددة حدود بشكل عشوائي اللي هي Rx دا تنتمي للتيرنري D فارزة D وهذه المتعددة هي بمثابة المفتاح المؤقت رح يحسب الشفرة من خلال هذه المتعددة الإي للأكس واللي هي واقعة ضمن الحلقة RQ يعني بما معنى الحسابات رح تجرى مودلو Q هذه الشفرة من تنحسب رح يرسلها لاحقا إلى أليس أليس رح تبدأ بحل الشفرة من خلال حساب متعددة حدود اللي هي الـ AX والمعرفة بالمعادلة 5 وبعدين رح تسول هاي الـ AX center lift إلى عنصر يقع بالحلقة R إذن رح تنقلها من الحلقة Q إلى الحلقة R كذلك رح تحسب المتعددة B للأكس المعطاة بالمعادلة 6 مودل P يعني هذي المتعددة B للأكس واقعة ضمن الحلقة R رح نفرض أنه البرامترات المختارة رح يعني هذي البرامترات اللي تم اختيارها للنظام كله بشكل عام رح تكون مختارة بشكل مناسب رح نتحقق لاحقاً أنه هذي المتعددة الأخيرة اللي حسبتها أليس اللي هي بيه للأكس هي مساوية إلى المتعددة الحدود أم للأكس واللي تمثلي لـ Plain Text نظام الـ Nitro Public Key Crypto System رح يعطى أو يلخص بالجدول التالي هنا احنا عدنا الـ Public Parameters للنظام هي الـ N والـ P والـ Q والـ D الـ N والـ P هنه Prime Numbers وكذلك الـ GCD بين الـ P والـ Q يساوي الواحد والـ GCD بين الـ N والـ Q أيضاً يساوي الواحد وقيمة الـ Q لازم تحقق لي هذا الرينج يعني تقع ضمن هذا الرينج هي أكبر من 6D زائد واحد مضروبة بالـ P ورح نشوف لاحقاً إنه ليش الـ D واقعة من هذا الرينج من خلال برهان أو إعطاءه من خلال الـ Proposition معينة هساً عندي الطرفين أليس وبوب أليس أول مرة رح تختار بشكل سري متعددة الحدود F تنتمي إلى الترنري دي زائد واحد ويا الـ D وهذي الـ F تتمتلك Invertible بالحلقة RQ والحلقة RP يعني بما معنى هاي الدالة لها معكوس كذلك رح تختار بشكل سري الجي اللي هو دي انتمي خنقول للـ T, D و D وتعرفون هاي العلاقة المعرفة رح تحسب FQ واللي هو المعكوس للدالة F ضمن الـ RQ وتحسب الـ FP معكوس الدالة F ضمن الـ RP راح المفتاح المعلن مالتها راح يعني تتعلن للآخرين لكل الأطراف اللي هو الـ H واللي هو يساوي لـ FQ مضروب بالـ G مرحلة التشفير راح يقوم بها بوب راح يختار رسالة واللي هي عبارة عن متعددة حدود واقعة بالـ RP بهذه الحلقة ويختار عشوائياً الـ R متعددة حدود تنتمي إلى D فارزة D راح يستعمل مفتاح أليس المعلن H حتى يحسب الشفرة اللي هي الـ E من خلال هاي العلاقة واللي هي واقعة ضمن الحلقة RQ هذه الشفرة اللي هي E راح يرسلها إلى أليس أليس اش راح يساوي؟ راح الـ F الدالة F المتعددة الحدود F معلومة عندها هي اللي اختارتها اختارتها بشكل سري بس هي تعرفها فرح تضربها بالشفرة ورح تحسب من خلال هذي العلاقة المعرفة ورح تحسبها ضمن الحلقة Q وبعدياً اش راح يساوي؟ راح يساوي سنتر ليفت لهذه المتعددة اللي هي الـ A اللي تنتمي إلى الـ R ورح تحسب المسج من خلال هذي العلاقة مودل P هذي هنانا الجدول ينطيني بشكل مختصر لكن احنا من نجي نطبق كتطبيق راح نمر بتفاصيل النظام اللي احنا شرحناها بالتفصيل هسا خلني جي إلى هذي الـ Proposition الـ Proposition هنانا تقول إذا البرامتر الخاصة بالنترو هي هاي are chosen to satisfy تم اختيارها حتى تحقق لي انه الـ Q أكبر من 6D زائد 1 مضروبة بالB إذا حققت لي هاي العلاقة ذين فإن متعددة الحدود اللي هي P للـ X اللي تم حسابها بواسطة أليس في المعادلة رقم 6 هي مساوية إلى بوب بلين تيكست ميسج يعني متعددة الحدود P للـ X هي نفسها رسالة بوب اللي إحنا الريد اللي تريد أليس تستخدمها جعها زين راح تسوي تأخذ متعددة الحدود تحسب هاي تحسب متعددة حدود اللي هي A للـ X تحسبها من خلال العلاقات التالية من معادلة خمسة هي راح تحسب الـ A اللي هي أفوف الـ X مضروبة بالـ E للـ X أفوف الـ X هي عدها المفتاح السري إلها جزء من المفتاح السري وعد الـ X اللي هي الشفرة وصلتها عبر القناة راح تحسبها بعدين الـ F للـ X تنزل هاي الـ E للـ X أعوض ما يساويها هنانة هذي مجرد أكو ضرب هذي أفوف الـ X راح تدخل على هذا القوس فهنانة راح نسوي في الترتيب معين الـ P تجي هنانة الـ H للـ X أعوض ما يساويها وهذي الأفوف الـ X زائد أم للـ X نزلت مثل ما هي هسا هنانة هسا هنانة شعندي آني عندي اعوض أوفوف الـ X مضروبه بالأمن الـ X نزلت الـ R نزلت هسا راح أجي أعوض الـ X نزلت عندي هنانة هذي هي معكوس الـ F يعني أوفوف الـ X في معكوسها راح يروح كأنما راح يكون واحد وبالتالي راح تصير تنزل الـ P و جي للـ X تنزل وبقية الحدود تنزل هذي هنانا بالاعتماد على المعادلة رقم اثنين هسه راح نوصل وصلنا الى هذي متعددة الحدود الاخيرة اللي هي هاي صيغتها واللي هي تساوي لأي للأكس راح ناخذ هاي متعددة الحدود اللي هي معرفة بالمعادلة رقم اثمانية ونحاول طبعا هذي المتعددة هي موجودة بالار راح نسوي لها طبعا يعني سنتر ليفت للار بدلا من بقاءها بالكيو شا الريد نحدد هاي المتعددة الحدود مو اتحولت انتقلت للار الريد نجد لها يعني الحد لأكبر المعاملات اللي راح نختارها لهذه المتعددة انا مو وصلت الى هاي المتعددة اي للأكس انتمت للار للحلقةار الخطوة اللي بعدها ريد نجد الباوند يعني لأكبر لأكبر معاملات او لأكبر حالات ممكنة لاختيار معاملات هذه المتعددة اذن لهنانة انا راح اتوقف وارجع هذا يعني الحد الاعلى لاختيار اكبر المعاملات راح اشرح الكومية بتسجيل اخر مع طبعا بقية التفاصيل الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة